أنت عندك مرة أخرى العالم يمر من خلالك فعلا النهاردة خليني ألعب دور من الطرف الآخر أنا أعايز أقارن بدبي بمنطقة جبل علي القريبة من دبي ده منظر بيوضح منطقة جبل علي حركة حبيبتك أنا أحديك مثل دبي كان عندها حصة منسوجات 2.5 مليار دولار 2.5 مليار دولار مصر كلنا بنصدق 300 مليون دولار ده الحصة منسوجات في دبي 2.5 مليار إيه اللي حصل هذه الحصة طارت من دبي لأنها كلها كانت معتمدة على باكستانيين وبنجلاديش فرحوا مع الحكومات بتاعتهم وقالوا لهم عملون منطقة حرة عندنا وننقلوا عملتنا وتنقلهم فطارت الـ 2.5 مليار من دبي عملت إيه دبي عشان تستعيد الـ 2.5 مليار دولار عملت مدينة التكنولوجي والبرمجة بـ 2.5 مليار اللي تستعيد أنا مصر عند الأطن ده أنا الأقطان اللي وحدها لو اشتغلت فيها يعني ما بعتش أطن وصنعت كل ما عندي من أقطان هخش في حصة ممكن أصل إلى من 5 إلى 7 مليار دولار لو استغلت هذا قناة السويس وهذا المشروع هو ليسعيدني جميل أنا عايز أربط ده بقى بتقرير التنفسية الأخير اللي صدر واللي يبدو ظاهريا أنه جود نيوز أو أخبار سارة أنه مصر يعني تقدمت حوالي 11 مركز من المركز الثمانين إلى المركز التسعة وستين أو من واحد ثمانين إلى سبعين لكن التقرير نفسه بيعترف بأنه الحقيقة دي مضللة لأنه في أسباب أخرى أحنا فين من قدرتنا على التنفس يعني برضو عشان الناس تبقى فهمة كل شيء يمكن قياسه اليوم فلما أقول قدرتي التنفسية اتفق العالم على معايير للقياس هذه المعايير إذا طبقتها تقوم تشوف بالترتيب أنا استخدمت نفس المعيار بين كل الدول ثم تقول أنا فين من بقية الدول في القدرة التنفسية موقف موقع مصر من 133 دولة صحيح تقدم لكنه تقدم في لحظة حاسمة ولحظة انهيار مالي حصل في العالم كله أنا هقف عند تفاصيل يعني إيه هي معايير التنفسية والأمور التي نهمني جدا بس أنا عايز أتبطها بدبي والمنتاليتي أو العقلية هناك وحرصهم على أن البنية التحتية تكون مزبطة بخدها في مجال الإعلامي على سبيل المثال في يوم من الأيام كان فيه ثلاث عواصم عربية بتتنافس على استقطاب القنوات الفضائية والمنتجين المستقلين ووكالات الأنباء القاهرة عمان دبي وفي النهاية دبي هي اللي اتزبت رغم أن هي من وجهة نظر أي خبير إعلامي في زيل القائمة مصر مليانة بتاريخ وثقافة وتمدي إيهتك من الشباك هتلاقي ألف خبير يجي تكلم معك في التلفزيون وعمالة رخيصة ومطار يعني في فسط يعني وفي النهاية المستثمر اللي هيجي أو صاحب المصنع أو حتى العامل لو ما عندكش إنترنت مزبوط لها ما عندكش كهرباء مزبوطة ما عندكش تلفونات مزبوطة الحاجات دي أنا مش داخل في التنافسي ما هي دي أساس التنافسي ما هي دي الأساس اللي بيخليك قادر على رفع قدرتك التنافسي أنت لو حضرتك تلاحظ أن الأسباب الرئيسية اللي واخد ترتيب مصر وتؤخره مرتبطة بالتعليم بالتنمية الإنسانية مرتبطة بالتدريب بالتعليم الفني يعني الأجزاء اللي تصلحت كان فيها أجزاء مرتبطة بمناخ الاستثمار التكوين الشركات حاجات زي كده لكن أنت ما زال عندك العامل الرئيسي اللي حضرتك بتتكلم عليه هو اللي مؤخر ترتيب مصر في التنافسي فيه طبعا مواجهة مصر للأزمة المالية كان مواجهة يعني مرتفعة المستوى من وجهة نظري اللي خلاها ما تتأثرش نفس التأثر بتاع دول أخرى فترتيبها نسبيا بقى أفضل لكن ده دي لقطة في الفيلم ما هيش الفيلم كله جميل جميل أنا قبل ما نروح على فاصل محتاجين بس فاصل قصير قبل ما نروح على فاصل بس عندنا صورة ليه مشروع جميل أو اسمه نخلة جبل علي قريب من الهب اللي بنتكلم عنه مش عارف ممكن بعض الناس يبصوا على مشروع زي ده ويقولك ايه الافترة ده ممكن يقولك ايه الروعة دي دي ناس بتشتغل دي مجموعة جزر دي مبنية جوه الميا وعلى شكل نخلة زي ما وهلال بيحوط بيها مشروع سياحي من التراز الأول الى حد انه يحوط بالسعف بتاع النخلة بيت شعر كتبوا احد شيوخ الامارات بيقول على شكل ما برضو مباني مبنية جوه الميا اخد الدليلة من وصوف الدلائل ولا كل من يركب على الخيال اكتب على الماء ومن قبلي كتب على الماء ان الصعاب لها بين الرجال الرجال يعطي العافية ابقوا معنا فاصل قصير ثم نواصل امل وحلم قناة السويس اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة اخرى الى هذه الحلقة التي نناقش فيها قناة السويس باعتبارها كما يرى كثير من الخبراء في داخل مصر وفي خارج مصر مفتاحا هاما من مفاتيح التنمية وصلنا في مناقشتنا حتى الان مع المستشار حسن عمر والاستاذ الدكتور حسان بدراوي الى اذا كنت فهمت صحيح من المناقشة محتاجين مشروع شامل يأخذ كثير من الابعاد الرؤية متكملة انا اعتقد انا كنت واحد من الناس اللي مش مؤمنين بالمشروع قومي بعد السد العالي لاني كنت بقى ارى انه صعب انك تلمي الناس حوالين مشروع المسائل بقت معقدة جدا ومتدخلة كنت بتصور المشروع قومي مثلا لتطوير التعليم بس الناس مش هتعرف تغنيله ومش هتعرف تحس به لحد ما طرح امامي الفكرة المتكملة لقناة السويس وربطها بالتنمية واخد في اعتبارها المشاريع اللي اتعاملت قبل كده والافكار زي شرق التفريعة وزي تطوير مدينة الاسمالية وزي اللي ممكن يحصل في السويس والجمال ان قناة السويس دي مرتبطة بوجدان المجتمع المصري اضافة ان هو القوات المسلحة حامتها وما زالت تحميها الى الان فالمنطقة كلها عزراء يعني لا حد استولى ولا حد دخل عمل حاجات غلط ولا يعني انت عندك منطقة اه تقدر تقدر تقول للنهاردة انك لو عندك رؤية متكاملة بتقدر تنقل مش المنطقة تنقل مصر كلها نقلة جوهرية في التنمية بس ده عايز انك انت تبقى شايف الموضوع اخره ايه طالع منه امتى وازاي وانطمن الناس ان تظل الملكية للدولة وتظل الملكية للمدن اللي حوالين القناة ويظل هذا المشروع ملكي للشعب المصري وتشرك العالم معاك في زي ما حصل في الروتردام في التلاتين كيلو اللي عملوهم الاوروبا كلها شركاء وجميع الشركات شركاء هناك وزي ما حضرتك قلت تجميع تغليف حفظ صناعة سفن هقولك تسعين صناعة موجودة وادعو الناس انها تخش على الصفحة الالكترونية للروتردام وطرى ايه اللي موجود هناك لان دي صورة مصغرة للي انا بتكلم عليه وللي المستشار الحسد بيكلم عليه وللي حضرته بتذكره المشروع زي ده يدي امل لانه هو فعلا فيه امل ومش محتاج ان احنا نصرف عليه احنا صرفنا عليه فعلا ومحتاج ان الرؤية تبقى واضحة اخره ايه ايه الفرص المتاحة ازاي نخلي دول العالم لما تيجي معانا في اجزاء احنا شايفينها في المشروع ده تقلل تكلفتها طيب خلي بالك ان التنافسية ايه ان انا بعمل الشيء بقى اقل تكلفة بقى اعلى جودة فاسرع وقت في الوقت المناسب جميل اذا ما حققتش ده قدرتك التنافسية قلت جميل انا برضو مرة اخرى هرجع للنقطة دي وهسيب مسألة الحلم الاكبر واستشراف افاق المحتملة لتحقيقه الى بعد قليل حضرك اشرت من شوية الى مشروعات اخرى غير مشروع شرق التفريع سواء في منطقة السويس او في منطقة الاسماعيلية انا عايز نقف شوية قدام مشروع بتاع محافظة الاسماعيلية ايه لو عرضنا يا جماعة اول شريحة في المشروع ده مدينة امل هو مشروع فيه يعني مجموعة مفردات كتير من بينها مناطق صناعية مناطق سياحية مناطق يعني اوكي معنا دلوقتي الشريحة مدينة الامل بتقع زي ما واضح على الخريطة شمال مدينة الاسماعيلية